شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية إطارية جديدة لإنتاج الوقود الأغدر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن استثمارات المشروع يصل قيمتها إلى 3 مليار دولار للمرحلة الأولى لإمدادات تموين السفن والوصول لإنبعاثات كربونية صفر ومع أحد أذرع شركة ميرسك العالمية وعقب التوقيع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تواصل السعية بخطة حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهايدروجين الأغدر ومشتقاته وذلك في سبيل خدمة قطاع التموين للسفن على الأخص بفضل ما تمتلكه مصر من موقع متميز وموقع مات فريدة تجعلها رائدة في هذا القطاع ترجمة نانسي قنقر